مشاهدين الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قلوب مصرية قلوب مصرية النهاردة الحالة الاولى في 2020 بنقدم باقة ورد لكل اخوة الاقباط بالنسبة اعياد الميلاد كمان عاوزين نتكلم في اكتر من موضوع النهاردة موضوع الاحداث الملتهبة في ليبيا وموقف مصر وشعبها ورئيسها من الازمة الليبية ومساندة الاخوة الليبيين كمان عندنا موضوع خاص بموضوع فساد الحلقة اللي فاتت كان عندنا حد عامل مداخلة عشان الفيزا وكان موضوع وصل ان الرجل بتاع البريد بياخد فلوس الناس الغلابة اصحاب الفيز موضوع تاني يمكن شغالنا شوية لابضع لرئيس مصلحة الضرائب رئيس مصلحة الضرائب بيطيبض عليه في رشوة الوقت اللي احنا محتاجين ان احنا فيه انسانة الدولة ونرجع الدولة تاني ونبني الدولة ونساند الكلاد السياسية لا بالعكس فيه عناصر كتيرة موجودة في البلد مش عارف يعني السيد الرئيس الشغال في اتجاه والاجهزة التنفيذية او بعضها ممن يسيقوا استخدام السلطة شغالين في اتجاه ده جرس انذار بتوجه ركاب الادارية بتوجهه لكل مسئول موجود مسئول عن وظيفة مسئول عن شركة مسئول عن جهة تخص البلد وتهم المواطن المصري والمال العام الموضوع هنفتحه النهاردة ان شاء الله وخلونا راحب بدوفنا الاستاذ الدكتور مصطفى الشربيني الكاتب والمفاكر السياسي في شغل افراقية اهلا بك اهلا ببرنامج قلوب مصرية اهلا بخناة الصحة والجمال وكافة المشاهدين في مصر وبانتهز التقديم بتاع سيادتك استاذ محمود الاعلام الجميل ان انا بهني الاخوة الاقباط النهاردة باعياد الميلاد وكل سنة وانتو طيبين كل سنة ومصر كلها طيبة الاستاذ محمد شعبان عضو اتحاد شباب المرزيق اهلا بك استاذ محمد الاستاذ محمد كان صاحب موضوع الفيزة استاذ محمد هو من اصار موضوع الفيزة واحد من الشباب المتحمس اللي بيخدم بلده اه جمع اكتر من فيزة للأسف الشديد مش عارفين مصرها اه بيعمل مجهود كويس عنده في قريته اه صاحب بصمة واحنا بنحقيه وبنحقيكها استاذ محمد وايه اللي تم في موضوع الفيزة اللي تم في موضوع الفيزة طبعا انا من شهر اتنين اه كلما اروح البسطة الفيزة متوقفة الفيزة متوقفة فجيت من خلال برنامجك عملت شاقوة عملت مداخلة مع الاستاذ محمد الحنبولي قالت اوجه الى المكتب شؤون البدرشين رحت اثبت ان الفيزة سيرة وبتقبر فبتجأت للبسطة الموضوع طلع طبعا غير متوقع خالص ان بتاع البسطة كلما روح الفيزة متوقفة الفيزة متوقفة طلع ان هو اللي بيضرب الفيزة وبياخد الفلوس احنا تواصلنا مع المسؤول البريد بجنوب الجيزة والراجل اللي وعد بفحص الموضوع وارسال لجنة يمكن هتبحث كل الجهات الموجودة هناك وهتبحث كل الفيزة المعطلة شكرا سيد محمد على اهتمامك ووطنيتك وانت حد محترم يا ليه تبقى فيه كتير من الشباب الايجابيين الموجودين اللي بيشتغلوا زي الأستاذ محمد هنرجع لأستاذ مصطفى ونتكلم عن الموقف الراهن في المنطقة العربية والله الموقف في المنطقة العربية ملتهب والصراع ملتهب التركي بتحاول انها تحصل على بعض من صراوات الشعوب الحوض البحر المتوسط وبتحاول بشتى الطرق انها تعمل بعض الصراعات وبعض القلائل عشان تحوز بنصيب من غاز البحر المتوسط وبترول البحر المتوسط في دراسة سنة 2010 دراسة امريكية قالت ان البحر المتوسط شرق البحر المتوسط ده بيعوم على بحيرة من الطاقة وقدرتها في الوقت ده بـ 22 مليون تريليون قدم من الغاز الطبيعي وواحد وسبعة من عشرة من النفط ولكن التخديرات بتقول كمان اكتر من كده بكتير يعني اصبحت العملية او الموضوع ده الشغل الشاغل لتركيا ازاي تحصل على بعض من صراوات البحر المتوسط مع العلم ان حدودها ما فيهاش هذا النفط ولا كمان منطقة كبروس التركية فبدأت تركيا تسير بعض القلائل في انها بتهدد كبروس وصفن بتسير في البحر المتوسط من عندها وتحاول التنقيب في شرق البحر المتوسط ولما مصر عملت اتفاقية مع اتفاقية ترسيم الحدود مع كبروس واليونان اثار حفيز التركية وحبت تدخل من موضوع تاني او من اتجاه تاني فلجأت للحكومة الليبية اللي هي الحكومة اللي فرضت على الشعب الليبي من قبل بعض من المجتمع الدولي قوى من المجتمع الدولي وقوامها الاخوان والحكومة دي بيشارك فيها بعض من الارهابيين المسجلين دوليا اللي قدوا الحروب في الحرب في سوريا اللي هي حكومة السراج وعملوا معاهم اتفاقيتين الاتفاق الاول معاليك في معانا مداخلة معانا الحاج احمد حسن حسن وسلم بيجي حاج احمد السلام عليكم وعليكم السلام اسم الحمود ازاي حاج احمد الله يخليك يا طرق ايه الموضوع الموضوع حضر لك انا بصاح ادماغ بس في كارك المأسيق ايه وحضر لك راح الشر اللي فاد ادفع المقالفة عليها ايس اشيق فبقيت انا اخس منص الحس بدون اسباب يعني والله بدون اسباب حضر لك حد تسأل اولي اللي ما نعرفش طيام النظار يعني انت حضر لك كنت بتاخد كام وتخفضت لكام انا بدي اخد ثمانية واشيق خفضت لك اربعة عشر بقيت اربعة عشر المغبس ده الوحيد اللي موجود في البلد عنده حضرتك ولا فيه مغبس تاني فيه مغبس كتير اه طب انت الحسة دي بتكفيك وبتكفي المنطقة ولا فيه حاجة لا طبعا لا طبعا بكفيش حضرتك وفيه مشاكل جانب ده حضرتك واسأل الاستاذ محمد حاجم الشاب عندك جيشة في المنظر والنهاردة حتى خلت المكتب في المنطقة عشرين جيوه شاب برضو الزحمة والمنظر بقال ما نعرفش برضو لخرام من وزار يعني التفاصيل مع الاستاذ محمد واستاذ محمد شايف المنظر حضرتك في اتحاد شاب المرازي شكرا شكرا حاجة احمد ايه التفاصيل او استاذ التفاصيل احنا فجئنا مرة واحدة فيه تقدس جهبيت جدا على الفرن وعلى الافرن الباقية ايه اللي حصل ايه اللي حصل فجيت ففاقه يوم قمت بادر وروحت الفرن يا حاجة احمد فيه تقدس وانت بتشطى ببادري انت كان معدك بتشطى بالساعة 11 ماشي 12 بتجربته بتشطى بالساعة 8 ونص ازاي قال ده انا الوزارة بعتتلي بخصم نص الحسة ازاي انت عندك اي مخالفات مفيش اي مخالفات مفيش اي مخالفات والنهارده عشان يخصم نص الحسة وانا عندي فرن جنبيه قافل نهائيا قافل نهائيا خالص النهارده عشان المواطن يروح يجيب من اقرب فرن جنبيه عيش بيجنعيش لازم ينركب تكتك بعشرة جنيه تكتك بخمسة رايح وتكتك بخمسة جايه عشان يجيب بيجنعيش يا عموما دي الشاكوة احنا بنوجهاها للسيد وزير التموين او الدكتور احمد المتحدث اعلام الوزارة واكيد هنتواصل معهم هنلاقي رد لموضوع الشاكوة نرجع للدكتور مصطفى ونتكلم عن التاريخ الدموي لتركيا انت شايف التاريخ الدموي ده ازاي بس انا الاول هكمل الحتة اللي توقفنا عنها عندها وهي فلجأة تركيا لليبيا وبتوقيع التفاقيتين غير شرعيتين مع حكومة الصراج الاخوانية اللي غير منتخبة من الشعب ولم يوافق عليها البرلمان ولم يوافق عليها كامل اعضاء المجلس الرئاسي ولم تعرض عليهم الليبي منح التركيا فيها حق انها تعمل قاعدة عسكرية في ليبيا وانها تتدخل عسكريا في ليبيا وتدخل اجواءها بدون ايه ازنها فده يعتبر احتلال التركي لدولة عربية ومش من حق اي حكومة ايا كانت الحكومة دي تعمل اتفاقيات والتفت حواليها بمسمى بروتقول عشان مش اتفاقية علشان ما تعرضش على البرلمان وعلى المجلس الرئاسي حاجة التانية الاتفاقية التانية اتفاقية ترسيم الحدود لماذا تركيا تعمل اتفاقية ترسيم حدود مع ليبيا انها مش وقعة على الاطلاق مع ليبيا في اي حدود لا تشترك معها في اي حدود فده بس هي عملية انها بيحاولوا يستفزوا مصر والدول وقبرص والدول واليونان علشان يحصلوا على بعض سرواط البحر الاضياد المتواصل ولو شفنا ان التركيا بيتكلموا بعنجاهية ازاي لانهم يعني هم احفاد احفاد سفكين الدماء لما نشأت الامبراطورية او الخلافة العثمانية لان كانت دي خلافات وفي مصر كان فيه الخلافة الفاطمية يعني قابليهم بفترة فمش المفروض دي دولة خلافة مش دولة استعمار حسينا الاول مرة ان فيه مستعمر موجود وسفكين دماء موجودين وليسوا خلفاء ازاي؟ اولا عملوا التفرقة العنصرية في الشعب المصري وانهم البشوات ولقب باشا والالقاب دي من الالقاب التركية البحتة وانهم ابناء الاناضول هما الجنس السامي وان الفلاحين المصريين دول فلاحين ليس لهم اي حقوق احنا بعنا كمية مدخلات كتيرة الكنترول بيكلمني بس هنستأذن حضرتك كان فيه موضوع خاص بكابل الكهرابة مبارح وهي عربيات النظافة الشغالة اتفاجأت بكابل الكهرابة دي على الطريق وكانت مشكلة كبيرة ممكن تتسبب في كارسة احنا توصلنا مع شركة الكهرابة ووعدوا انهم هيشيلوا فتوعدوا انهم المهاردة يتخلصوا من الكسة دي وكان الاستاذ محمد بمجموعة العمل كانوا حاضرين الموضوع ايه تفاصيل موضوع الكابل ده تفاصيل الكابل ده الكابل ده دي هو اكتر من سنة سنة ونص موجود نفس المكان الكابل ده جهد بتاعه 11000 بولت ضغط عالي موجود ومعمول له لحام وكل ما بيجي الوحدة المحلية او الشركة اللي هي احنا شفنا عليه اكوام زبالة مبارح اه الناس بتيكي ترمي زبالة بترمي عليه للزبالة عشان يخايفين ونشدنا الكهرابة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتسبب فقطع الطيار مرة واثنين وثلاثة تسبب فقطع الطيار كذا مرة ونشدنا المهندس محمد ألشا والمهندس هسام برضو مفيش اي تجاوب منهم وزي ما انت شفت حاضرتك مبارح كارسة ممكن تحصل كارسة احنا بالناشط شركة الكهرابة احنا تواصلنا معهم وقعدوا انهم هيحلوا المشكلة دي النهاردة الكابلة ده خطر واحنا شفناها على الطبيعة واكيد هتبقى السور موجودة وهنشوفها دلوقتي على الشاشة لكن خطر وإهبال احنا المفروض ان احنا زي ما قلنا وبنكرر بنبني دولة بنرجع دولة بنصلح دولة مش هينفع نخلي فاسد او متقاعس الرجل الكسلاني يقعد في بيته احنا عاوزين نشتغل السيد الرئيس مش عاوز حد يقعد في البيت ولا عادي يقعد في تكييف ويقعد يتفرج على تلفزيون او يتابع الناس من الشاشات السيد الرئيس بيوجه بخدمة المواطن والفئات الاكثر احتياجة هنلجع للأستاذ مصطفى ونكمل الكسة بتاعتنا والتدخل التركي في ليبيا وده يعتبر احتلال واستعمار بشكل جديد وشكل قبيح محدش يبر فالاول مرة الشعب المصري يحس بالتفرقة العنصرية وده مش دولة خلافة دولة عنصرية فايه اللي كان بيحصل يعني الاطراق اخترعوا قالت الخزوق للإعدام وده ما يتنافى مع مبدأ الشريعة الإسلامية وكمان الخلافة التركية في الوقت ده حتى الخلافاء نفسيهم لو ما قدوش يقتلوا حد المثلة الاوروب بيقول بيقتلوا قبائهم فعملوا قانون سنوا قانون هناك في تركيا إن السلطان من حقه يقتل إخواته تخيل لك أنت تخيل إن كل سلطان يتوالى بيقتل إخواته فالسلطان مثلا محمد الثالث محمد الثالث سنة محمد الثالث أول يوم يمسك في العرش خرج من القصر التسعتاشر تابوت بينهم رضع إخواته قتل إخواته التسعتاشر فما بالك بهذا الكم من سفك الدماء الذي لم يسبقه فيه من هؤلاء ولا المغول ولا التطار ولا أعتى العتاه فتركيا طبعا مصر دولة حضارة أم التاريخ كله لما محمد علي حدث مصر حصلت حكتين أنا هقولك عليهم كانت مصر تحررت من الخلافة التركية بقيادة محمد علي وراحت حرارة الشام سنة 1828 بقيادة إبراهيم باشا ورشيد باشا ووصلوا لقلب تركيا وصلوا لقلب تركيا الجيش المصري لأول مرة كان يقبع عندها جيش بعيد عن الخلافة ووصل ودخل تركيا مدينة قانيا وكان ممكن يسقط الخلافة في هذا الوقت لو لا تدخل أوروبا وعمل التطاريخ كتاهية سنة 1833 وده اسمها الحرب المصرية العثمانية الأولى وجات بعدها الحرب المصرية العثمانية الثانية سنة 1838 يعني نقول نحن فيه تاريخ فيه أكثر من مواجهة بينه وبين الأطراب مواجهات وكلها انتصارات للشعب المصري تابع انت شايف القصة تمشي ازاي دلوقتي والتوازينات ازاي والمقارنات ازاي بين استعدادات الجيش المصري وجيش الترك طيب خلينا أقولك بقى الحرب العثمانية الثانية على طول سريعا حابوا يحرروا الشام ودخل جيش التركي عشان يحرر بلاد الشام 1938 ولكن مصر هزمتهم برضو وحررت العراق قلت لو فيه مداخلات مع الوحدة من الاستعمار التركي ووصلت برضو للأستانة ولولا اتفاقية الاتفاقية التانية اللي عملوها يدوا مصر حكم مصر والسودان لأسرة محمد علي ويرجعوا سنة حاجة واربعين 1840 تقريبا فكده مصر كان الجيش المصري في العصر الحديث انتصر على الجيش التركي مرتين والنهاردة ان شاء الله استعدادات الجيش المصري كان من أقوى جيوش العالم لك أن تتخيل أن الجيش المصري وتحديثه بوسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بينظر إلى فيه أن أطماع حتحوم حول مصر وحول حدودها فحدث البحرية المصرية بقت سادس بحرية في العالم سادس بحرية في العالم هم الرقم 12 عندنا اتنين حاملات طائرات ما عندهمش هم حاجة يعني لو حصل إن شاء الله أي حاجة مواجهة في البحر حتكون بالطبع لصالح مصر والحاجة التانية معلش أن أستأذنك الحاجة التانية القوة الطيران المصري قوة الطيران المصري النهاردة إحنا المركز التاسع هم العاشر ولكن فيه ميزة نسمية لنا إن الطيران بتاعنا يقدر يطلع مباشر من مطار غرب يضرب القطع البحرية بدربة مبغتة والقضاء على القطع البحرية التركية فالغطراصة بتاع أردوغان بنقول له لأ مصر عاملة حسابها كويس قوي لو جيت هتغرق في البحر انت وجنون نحن بنقول له كمان إن ساعات الزمن لا تعود لوراء وما تحلمش إن أيام الخلافة أو الحاجات اللي بتحلم بها دي ممكن تكرار تاني وخاصة مع دولة زي مصر معنا مدخلة من أستاذ بلال أهل وانسلام بكم أستاذ بلال أستاذ بلال أستاذ بلال أستاذ بلال أستاذ بلال عبد الرازق أهلا بك أستاذ بلال طيب نتكلم نتكلم على الأستاذ محمد ونشوف موقف اتحاد الشباب القرى وانت واحد من القرى من كرة المرازيق عدد سكانها حوالي 60 أو 70 ألف نسمة انتوا شايفين ازاي الموقف مصر انتوا مع السيد الرئيس وقراراته ولا نتلك رؤية تاني طبعا احنا مع السيد الرئيس وبندعم السيد الرئيس وجيش مصر وشرطة مصر وبندعم برضو الدول العربية كلها مع السيد الرئيس وانا من مؤيدين السيد الرئيس ومحبي لي وزاي ما اسمعنا برضو في المؤتمر اللي وقع عامله على الشباب احنا شغلين حاليا دلوقتي من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنعمر في قريتنا عمتا عن قرية المرازيق كفر زهران بنعمر فيها زي ما السيد الرئيس قال انا بحب الشباب بيشتغل ومعنا الأستاذ بلال عبد الرازق رئيس الوحدة استجاب معنا أستاذ بلال رجعي تاني أهلا بيك أستاذ بلال أستاذ بلال أستاذ بلال الله يخليك يا فندم ربنا يخليك الأستاذ محمد بيقول أنت من الكيادات التنفيذية الكويسة وبيشكر فيك أنك متجاوب معهم بس بيتكلم على موضوع الكابل والوحدة فيه من موضوع الكابل واخترته على صحة الناس يا فندم اخترنا الكهرباء قبل كده مرتين أن فيك بلال في مساكن السكة الحديد وهم ما جاوبوش معنا فأنا مضطر أننا هعمل مذكرة تاني في الكهرباء وأبعثها للي هو رئيس المدينة وهو يتخذ إجراته ضدهم طيب احنا كنا شايفينك مبارح بتجوك المطر ومشتي وانت واقف بالرجالة بتاحتك بتشيل في الزبالة وبتنظف في الشوارع انت شايف الشباب بتعاون معاك ولا شايفوا الاتجاهات تاني بفضل ربنا معنا شباب كويتين من اللي هم شباب حزب مستقبل وطن مشغالين معنا بهم مشاركة مجتمعية والناس بوقفين معنا زي ما حضرتك تاني بارح شوفت الصور وقفين وفي عز المطر شغالين معنا بأديهم وبمشاركة مجتمعية معنا وكل الناس شغالة معنا الحمد لله وإحنا بنشكرهم بنشكر حزب مستقبل وطن اللي هو واقف معنا وبنشكر الشباب اللي بتوع المرزيق الشباب الحلوين اللي شغالين معنا انا حضرتك تلعت من اسبعين في الحلقة وهاجمت حضرتك وقلت ان انا الوحدة وكلام ده وبعدها انت استجابت معنا سريعا في حملة الزبالة الكمامة حملة نظافة المدخل البلد نزول المعدات كلام دي كليته وبنشكر حضرتك طبعا والحزب مستقبل وطن بالأمانة لحزب مستقبل وطن بالبضرشين الاستاذ الاعلامي محمود عوض الدكتور ربيع عبدالله المستشار اسامة منداوي الحاج شعبان ابو هيكل بالتعاون معاك وبنقول لك مفلوب حاجة واحدة بس من حضرتك اوه مرفان التكاتف مع حضرتك التكاتف مع حضرتك معنا على اساس ان احنا نخلي قريتنا القرية المثالية على مستوى محافظة الجيزة يا فندم والشباب وحضرتكم وانت عملين هتعملوا مطابع عاكسي وان شاء الله بإذن الله هنمنع التكاتف من الوقت بره على المحافظة ودينا بنجدورهم على مكان بديل ان شاء الله يتوجد المكان بإذن الله وحزب مستقبل وطن وعدنا انه هيوجد مكان بديل وان شاء الله هننقلهم فيه شكرا يا استاذ بلال انا الكنترور بيكلم ان فيه مدخلات كتير موجودة معنا هنكمل مع الستاذ مصطفى ونقول له انت شايف الدنيا ازاي والشباب ازاي وسيد الرئيس موقفه السيد الرئيس منذ توليه ولأول مرة في مصر تشاهد والعالم كله يشهد انه يحتضن الشباب ومش بس بالمنتدعات اللي بتتعمل لا داشت ليهم الاكاديمية الوطنية للشباب لتدريب وتخرج الشباب ودي من شأنها انها بتخرج لنا قيادات المستقبل قيادات المستقبل احنا شايفين ولأول مرة تح يحدث في مصر نواب محافظين سواء من شباب الاحزاب او من الشباب المتخرج من الاكاديمية الوطنية للشباب وشفنا نواب للوزراء دول الصف التاني وفتح شهية الشباب انه ازاي يحب بلده وانه يدفع عن قضايا بلده والنهاردة لما بنشوف الاطمع التركية على مصر الشباب واقف ليهم لأول مرة بنشوف على السوشيال ميديا في تعبئة الشباب متطوع انه يدافع عن الدولة المصرية وعن الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه اقتنع فعلا ان الرئيس السيسي قدر يعمل نقلة اقتصادية نوعية كبيرة جدا انت لما المنظمات العالمية تصنفك سابع اقتصاد في النمو عشرين تلاتين يعني ده مش بيجي كده لا ده بناء على ارقام وبناء على مقيس معينة فمصر دولة فتية مصر بشبابها حتنهض لان مصر ستين في المية تقريبا من تعداد سكانها من الشباب فهي قادمة بكل قوة للتقدم اصبحت الجيش رقم اتنشر في العالم فيها النهاردة ان شاء الله اقتصاديا هنقبأ من النمور القادمة لان اللي بيحصل النهاردة في البنية الاساسية من خلال رؤية الرئيس اللي بيجري بسرعة الساروخ والحكومات كلها والناس بتسعف براه مش قادرة تلاحق الافكار والتطلعات الكبيرة اللي على الرئيس عشان هو قال قبل كده مصر قد الدنيا وحتقب قد الدنيا وفعلا اللي احنا فيه النهاردة لو مش محدس القوات المصرية كانوا تمعوا في سرواتها وكانوا حطونا الارهابيين كلها لما اردوغان بدأ ينقل الارهابيين لليبيا لا اقف عدك احنا فيه جيش مصر قوي بأطوار حضرتك واحد من المفكرين في الشأن الافريقي انت شايف موضوع اللاجئين والميشيات والهجر غير الشرعية دي يبقى هل دي ممكن يبقى مكانها ليبيا بدل سوريا وبدل المناطق دي وتشكل خطر علينا وعلى حدودنا والله هما دلوقتي فيه مشكلة او معضلة جمدة جدا عند دول اوروبا وروسيا خصوصا اللي بتتحمل نفقات وتكاليف محاربة اللي هما الفرين من حرب من سوريا اللي دخلتهم اساسا تركيا عن طريق يعني اتفاق مباشر مع بعض القوى الغربية انها تعمل حرب وتشير بشار الاسد وتبدأ في تفتيت سوريا لصالح الجيش الصهيوني وعلى فكرة تركيا من الناس اللي هم الناس اللي بيحاولوا يدفوا عن تركيا لا تعال عندك تركيا فيها اكبر قاعدة امريكية في العالم كله قاعدة انجليرك وفيها 11 قاعدة امريكية تعتبر مستعمرة امريكية تركيا الدولة الوحيدة اللي عاملة اتفاقية مع الكيان الصهيوني ان ديهم حق يدخلوا مجالهم بدون سابق انذار تركيا هي الدولة اللي ضرب منها حلف الناتو ليبيا وضرب منها العراق امريكا ضربت منها العراق من القاعدة وعد الجوية اللي فيها لا تركيا هي الوجهة لاوروبا المغلفة بالاسلام لو تلاقي تركيا اقتصادها مبني على السياحة الجنسية والشواز جنسيا فيها اكتر من خمس تلاف فندق لقضاء شهور العسل للشواز جنسيا فاقتصادها ده يدعون الاسلام طب فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لن تقوم الساعة في صحيح البخاري ومسلم يعني الحديث ده حديث صحيح آه حديث صحيح وصحيح البخاري ومسلم قال ايه الحديث قال لا تقوم الساعة حتى تقتلون قوما حتى تقتلون قوما نعالهم والشعر وحتى تقاتلوا التول وصغار صغار ايه بقى صغار اعين حمر الوجوه زلف الانفس الزلف القنوف كأن وجوههم المجان المطارق لو شفت هذا التشبيه ونظرت إلى وجه أردغان هتلاقي نفس التشبيه سبحان الله ما ينطق عن الهوى ما هو إلا وحي يوحى يعني الرسول تنبأ فعلا بأن الدولة التركية دي أو هذه الأشكال هي الذي سوف تحارب الأمة الإسلامية والعربية عانت الأمة الإسلامية والعربية كثيرا من الاستعمار التركي وبيحاولوا يستعيدوا الأمجاد دي لكن بنقول لهم لا احنا في طول مع الدولة المصرية وخلف الرئيس والرئيس واعي رجل مخابراتي رجل فاهم ايه الأخطار اللي بتحويت بالدولة المصرية كويس قوي وبيأمن الشعب المصري ويأمن صراواته مش حيسمح لكم أن تنشروا الإرهابيين وتاخدوهم من أوروبا لحماية أوروبا وأنكم تاخدوا المقابل من أوروبا مقابل أنكم تنشروا الإرهابيين على حدود مصر في ليبيا هذا لن يحدث ولن يحدث مهما كانت القوى العظمة هناك جيش مص درع وسيف في مدخلة معنا من الحج ممدوح فارس أهلا ونسأل بك حج ممدوح السلام عليكم وعليكم السلام إزاك حج ممدوح أهلا 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 نروح مثلا ساعة عشرة ساعة تمانية ساعة تسعة نقرب نجيب العيش نقرب نجيب العيش أركب أيها تكتب بقى شكلية بعيد على الفرن التانية طبع المشاكل اللي عندك غير موضوع الفرن وموضوع العيش احنا رحنا ساعة عمنا احنا حكيت مشاكل حكيت مشاكل لأهم شيء العيش العيش أنا عارق أجيب سنين العيش طبع بمندوح أهلا أنا رحت الفرن الساعة تمانية ونص عند الحج أحمد أبو حسن لقيتم شطب بالفعل زي ما أنت قلت وأنا توجهت إلى مكتب النائب صبح الدالي وقدمت طلب ولحد الآن مدمش الرد عليه وطبعا احنا بنشر من برنامج حضرتك ده أستاذ محمود بنشر من برنامج حضرتك شكرا لحج أحمدوح احنا بلد رفية شكرا لحج أحمدوح احنا بلد رفية أستاذ محمود بيحصل فيها تكدسات أو مشاكل بالنسبة للزحمة للحريم أو الرجال أو الشباب فبنشر السيد وزير التومين ان احنا نحل مشكلة الفرن ان تكدس احنا عدد نسمنا مئة ألف نسمة أكيد الرسالة تيوصل وأكيد الشكوى خاصة بالمغبز هنوصلها للتومين وأكيد هبقى فيه ردود علينا نرجع للدكتور مصطفى الكاتب والسياسي والمفكر في الشؤون الإفريقية أنت شايف موقف الهجرة أنا عاوز بالضبط اللي حصل في الجامعة العربية أنت شايف موقف قطر ده موقف متوقع لا هو مش قطر بس بس هو الموقف كان قطير وبيهدد أو بفقد الثقة في ناس كتير وخاصة الشعب الليبي والمصري في ان الجامعة العربية ممكن تستطيع ان توقف اي شيء أو تتبنى قضايا العرب ليه؟ لما مصر تقدمت بالمذكرة دي لجامعة الدول العربية أن نزع الشرعية من حكومة السراج من حكومة غير الشرعية بإلغاء اتفاق الصخيرات وكده وجدنا أن في عشر دول عربية مش قطر بس لا في دول تانية كنا نأمل أنها تكون في الصف الشأن المصري حفاظا على الوحدة العربية ومنعا للتدخلات الاستعمارية التركية زي السودان يعني كانت صدمة كبيرة لنا زي فلسطين كانت صدمة كبيرة لنا زي أريتريا كانت صدمة مش أريتريا المورتانيا كانت صدمة كبيرة لنا سلطنة عمان كانت صدمة كبيرة لنا بلاد المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب تونس مش صدمة ولكن برضو الجزائر والمغرب هل أنت وشرعانتوا النهاردة حكومة أو تمسكته باتفاق السخيرات كاتفاق وحيد ولكن بالأغلبية برضو كان فيه 12 دولة وفقت على المقترح المصري بس القرار اللي توصله ليه أن يعني يمنع التدخل أي قوات أجنبية في سوريا يعني مش موافقين على أن أردوغان يجي ولكن حكومة السراك تظل كما هي ولكن احنا شفنا مبارح في قرار جريء للبرلمان الليبي كان قرار شديد اللهجة وهو إلغاء الاتفاقيتين إلغاء الاتفاقيتين وتم توقعهم من تركيا وتحويل جميع من وقع عليهم اللي هو السراج وزير الداخلية والخارجية وكل من وقع على الاتفاقية إلى المحاكمة والقضاء أدي واحد اتنين إلغاء اتفاق الخيرات ونزع الشرعية من حكومة السراج يبا إذن إن إحنا هنا قدام موقف ليبي قوي والشعب الليبي بيعبر عنه ولكن إحنا بنلاقي برضو إن أوروبا بتقول وما بتعملش زي إيطاليا فرضت يعني اقترحت بفرض حضر الطيران رفضته روسيا وكان برضو ده صدمة لينة تب ليه روسيا تعمل كده لا ده عشان لنا في حاجة سينة تردت السجير اللي لا ده في كمان تقريبا على ما إن بشم ريحة مش كويسة من روسيا ومن أوروبا إن هم عاوزين أردوغان يبعد المهاجرين دول عنهم فيوديهم ليبيا وعشان أردوغان بهو اللي ماسك يعني إيه مقابل برضو منع كمان هجرة اللاجئين الأفرقة من خلال البحر من طرابلس فيعني أنا حاسس إن فيه حاجة مش موضوع وده إحساس سياسي لرجل سياسي وإن دل يدل على بعض المعضيات والاستدلالات اللي إحنا بنستدل عليها اللي هي زي إيه عدم موافقة روسيا على الموضوع حظر طيران طيب ما إحنا عاوزين حظر طيران عشان ما يستطعش أردوغان إنه ينقل المهاجرين وإن كان بينقلهم من تونس دلوقتي من خلال حكومة النهضة الإخوانية عبر الحدود والضروب إلى قلب طرابلس وبرضو يعني لازم تدخل قوي من المجتمع الدولي عشان ما تنتشرش حول مصر العناصر الإرهابية دي العناصر اللي بتقويها حركة النهضة في تونس العناصر اللي بيقويها السراج في طرابلس مصر لن تقف مكتوفة الأيدي فهناك رجل قوي يمسك بزمام الأمور في الشرخ الأوسط ووراقه أفريقيا بالكامل تبدي استعدادها للوقوف مع مصر في كافة القضايا ودي صمرت جهود عملها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هينما تولى الاتحاد الأفريقي وجد مساندة غير عادية من الدول الأفريقية وبنأمل إن الدول العربية تكون مستقلة بقرارها وإن الدول اللي وقفت ضد التدخلات في الشؤون العربية من القوى الأجنبية اللي دمروها قبل كده واستعمروها ده يكفي إن لو قلتلك إن تركيا نهبت رخام المساجد في مصر خلعت الرخام كده عشان تركبها في تركيا أثناء فترة وجود الخلافة الإسلامية نرجع للإعلام والإعلام المأجور والإعلام اللي عمال يتكلم على بلد اللي موجود في تركيا وموجود في قطر والمأجورين الناس اللي قاعدة تتكلم على البلد وتهاجم السيد الرئيس وتهاجم الدولة وتهاجم كل الشباب اللي بيساند الدولة أنت شايفه إزاي شايف الإعلام بقى المفروض إن ليه دور دلوقت دور يصحح المفاهيم ديت ودور يرد عن البلد ويتكلم ويدافع لو قلتلك أنا شايفه إزاي ونورد الإيجابيات بتاعتنا مش هنقعد نتكلم في سلبيات ونتكلم في مشاكل ونسيب بلدنا بتتهاجم من بره لو قلتلك أنا شايفه إزاي هتستعجبوا لأول مرة يقال هذه الأحاديث ومن خلال برنامجك أنا بأجزم ألف المية إن جماعة الإخوان دي جماعة ماسونية عملها الاستعمار الإنجليزي علشان يفتت فيها الأمة العربية حسن البنة لما جيه مع أبوه وخوم من المغرب يعتقد إنهم يهود وتمركزوا جنب ملدة بحصيرة في البحيرة ثم انتقلوا الحارة اليهود في مصر وتعلم في دار العلوم ورفض تعييره كمدرس في مصر ثم ذهب لمنطقة التي يسيطر عليها الاستعمار الإنجليزي وهي منطقة القناة لأن كان حسب معادة 36 خرج الاستعمار الإنجليزي لمدن القناة فتربى في كنفهم وأخذ منهم أموال وسمى نفسه البنة البنة تعني ماسوني وكتاب الشيخ حسن الغزالي وكتاب الشيخ الغزالي عن إن في الإخوان بها الماسونيين وأنهم جابوا حسن الهضيبي هو المرشد الثاني للإخوان الماسوني وسيد القطب قال في أكثر من مقل ما لا أكون ماسونيا فهذه الحركة الماسونية التي تدعم الوجود الصهيوني وبناء الهيكل سليمان هي أساسها جماعة الأخوان التي خلقت لتمزيق الأمة الإسلامية وبإعلامها والألة الإعلامية المتاحة لها وفتح هذه القنوات في تركيا وأنجلترا وهذه الدول ما هي إلا لتفتيت الدول الإسلامية من خلال يعني غسيل المخ لبعض الشباب ومدهم بالمال ومدهم بعض الخبرات في بعض المجالات واحتواء بعض الشباب لتدمير هذه الأمة الإسلامية فهي حركة الشعوب العربية كانت لا تعرف القتل ولا تعرف الكفاح مش الكفاح هذه الحركات الإرهابية إلا من خلال هذه الحركة التي أنشأها حسن البنة وزعيمه سيد قطب الذي أخطأ في الصحابة أكثر من مرة في كتبه في ظلال القرآن أخطأ في سيدنا أبي سفيان وأخطأ في أكثر من النبي ولكن إحنا بنقول هذه حركة منافية وضد الدين الإسلامي بدليل حديك دليل قرآني خلينا في الدليل القرآني بعد ما ناخد المداخل معنا مداخلة السيد محمد دعوكاشي أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا يا فنسيس محمود الله يخليك اللي أطار إيه المشاكل اللي بتواجهك سيادتك دلوقتي عندي مشكلة في العيش النهاردة حلقة العيش ايه المشكلة العيش اه أنا دلوقتي بروح الشغل ورادي ايه فأنا كان فيه فرن باجي الساعة تمانية ونص تسعة بلقى شغال واخد بالك طبعا دلوقتي باجي الساعة تمانية بقليته يوم السابتم خلص ساعة تمانية ونص ايه فبقول له ليه عنه وبتكلم برجل سعب الفرن قلنا اتخصى بنص الحصة مني يعني نقول الفرن ده بتاع المرازي الفرن دي اللي هو كفر زاران كان لسه المداخلات عشانه فدلوقتي الشتك دلوقتي ايه هو لو صحب الفرن اخطأ هو احنا كده اللي بنتعاكم المواطن اللي بتعاكم لو صحب الفرن كان فيه خطأ وانه حاجة عنده ما يجيب له غراء ما يعمل له عضية يعمل له اي حاجة اللي ما ميجيش على المواطن كده جده على المواطن مع العلم يا سيد محمود ان صحب الفرن ما عندوش اي مخالفات احنا عموما انا عملنا مداخلة مع مع مسؤولة التموين في البدرشين الاستاذ عابير العقبي والاستاذة مشكورة قالت الموضوع هي ما تعرفش عنه حاجة الموضوع جاي جاي من الوزارة احنا هنتواصل مع الوزارة وهنشوف مشكلة الفرن العيش وربنا هيسر الامور ونشوف مشكلته ايه لو الراجل ما عندوش مخالفات او ما فيش محاضر اكيد هيبقى لها حلول لكن لو هو عامل مخالفة للقانون او فيه مشكلة عنده تضر بالناس اكيد احنا مش هنسنده فيه شكرا حاجة محمد بالنسبة الكلام للدكتور على الارهاب احنا عندنا بلد الشهيد محمد فتح زعير مشكلة للشهيد محمد فتح زعير ساعة اول من الرئيس السيسي قالت دينه تفويد وفوضنا كلنا الشعب المصري علق صورة كبيرة للرئيس الفتاح السيسي ووقفنا في الانتخابات والكلام ده وكان بيشغل الاغانة الوطنية قاموا احد الارهابين بشهاده والشهيد قدام منزيله واحد من البلد واحد من البلد من اهل البلد اهو فتح سوبر ماركت ومن الناس المحترمين شهيد محمد فتح زعير اه توفف الحال وبعدها على طول برضو الشهيد عندنا امين شرطة على سكة الحديد او دي راجب بيكل سكة الحديد المفروض ان احنا شهداءنا ما ننساش دي بقى مش هننسى ان كان فيه خاونا وفيه مرتزقة وفيه ناس بتتاجر بارواح الناس فيه ناس بتتاجر بدماء الشهداء لا ماينفعش مش هينفع نسيب البلد لشوية خاونا يتاجروا فيها مش هينفع نسيب البلد لناس من برا تهاجم وتشتل في الدولة وتسمم افكار الشباب لا ده دورنا ودور المثقفين ودور الاعلام ودور الجهات المحترمة اللي بتحب بلدها نكمل يا سيد مستقف خلينا اقول لك الجماعة دي فين والدين فين هو مش فيه آية في القرآن بتقول والله يؤتي ملكهم من يشاء والله واسع عليم يعني المشيئة دي والملك عند ربنا بس لما يقول والله يؤتي ملكهم من يشاء والله واسع عليم مين اللي عنده السعوة العلم هو الله يعني الرئيس لو قاعد في بيت والدته كان برضو جاله لهم تتخيلها دكتور مصطفى ان حد عندنا في البيت في البلد اتنط بيته وكتبول على الحطان تهديد ونزل من المستعدية مخصوص طب خليني بس اوريك فكر الجماعات دي فلما ييجي ربنا يقول كده انا علي ايه لا ده فيه آية كمان آية حاسمة قال لك واتقوا فتنة الله تصيبانا الذين ظلموا منكم خاصة يعني حتى لو عندك حاكم ظالم لو عندك تتقل فتنة لانها بتصيب الناس كلها يبقى اذا الرسول امرنا انه في حالة في هذه الحالة نعمل ايه انه نصبر وفيه كم آية في القرآن يمكن نص كتاب ربنا او تلته او ربعه عن آيات الصبر آيات الملك آيات طاعة الحاكم آيات القضاء والقدر هو مين اللي بيشاء يجيب الحاكم مش هو ربنا ده انما اذا اراد ان يقول بالشيء يكون فيكون فيكون وكل شيء انزلناه بايه بقدر مش ده اكتب ربنا اللي قال وكل شيء انزلناه بقدر يبقى ان لازم يبقى عندي السمع والطاعة للحاكم وإلا يعني ده خروج عن ملة الاسلام تبقى اين انت كمتدين من آيات كتاب الله هل انت تقبل هذه الآيات ام لا تقبل يعني ده القرآن قال ايه يعني بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لهم لا تفسدوا في الارض وقالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هم مش حسين هم بيعملوا ايه ولكن هم الناس دي بتفسد في الارض كلها انبئكم بالاخسرين اعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه هم فاكرين انهم رجال دين فين رجال الدين فين آيات الصبر وايمانك بيها لماذا لا تؤمن بالقضاء والقدر لماذا لا تؤمن بمشيئة الله وتحارب مشيئة الله اي حديث عندك يحارب الحاكم ويقول ان تقول عليه كذا وكذا وكذا هذه الجماعة هذه الجماعة تم اخراجها ونشأتها في كنف الاستعمار الانجليزي وهذه الجماعة هي جماعة ماسونية اعضاءها ماسونيين وقد وادعو الجميع الى قراءة مقال المفكر الاسلام الكبير والمؤرخ الكبير العقاد الذي قال من هو حسن البنة انه ماسوني واسم البنة ماسوني وهذه جماعة ماسونية هدفها زعزعة الاستقرار وهدم الاسلام طيب يا دكتور المصطفى دوليقات احنا شايفين الوضع في المنطقة العربية وشايفين استعدادات الوحش سواء من الجيش المصري او التركي ويعني احنا ما نستبعدش انه يبقى فيه مواجهات ونتمنى اقلا تكون فيه مواجهات عشان مايبقاش فيه خسار في الارواح انت شايف حضرتك ايه المطلوب منك شعب مصر عشان نسان الدولة بغض النظر عن موضوع الدفاع وان احنا الشعب المصري مش هتلعي حان فيه جيش عندنا جيش نظامي هو مسئول عن الدفاع عن البلد انت شايف نعمل ايه في المنتجات التركية فيه مبادئات خرجت ان احنا انقاطع المنتجات التركية ايه الدرر اللي ممكن يقع علينا لو احنا قطعنا المنتجات التركية والله احنا المنتجات التركية دخلت لينا في عهد جماعة الاخوان دخلت بخسرة ما كانتش التبادل التجاري ده كبير واحنا اساسا مش محتاجين لانهم ما بينتجوش غير الحاجات اللي بتضر اساسا لاقتصاد القومي زي الملابس احنا من اكبر الدول تصنيعا للملابس ولا لما تدخل لملابس تركية هنا مرهية بتضر التصنيع بتاعنا فبندعو الكافة الشعب المصري هذه القضية ويرضي ربنا فيها ان الناس دي اللي هي بتحاربنا انا مش هما بس اي حد بيعتدي على الشعب المصري وعلى وجود الشعب المصري وعلى وجود مصري وجيش مصر نحاول نقطعه بطريقة معينة انا لو حسيت ان راجل ده مثلا اخواني تبع اردوغان والعصابة بتتصراج تبعنا ليه اتعامل معه وروح اشتري منه اساسا لا مشتريش منه اقاطع هما كل الجماعات دي بالنسبة لهم احنا احنا منافقين واحنا 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 وهم فاكرين انهم بيحسنونا صنع فاحنا نعملهم بنفس المعاملة وانقاطعهم في كل في شراهم في بيعهم في وظائفهم مش بس اردوغان وتركيا لا وبرضو تونس معاه وكل الدول اللي اللي بتدعو الى انها تخرب العلاقات المصرية او تقف ضد مصر او ضد الشعب المصري لازم كل مصر فينا يقب واعي كويس قوي لقضية بلاده ويقف وراء رئيسه من خلال حتى ما يسمحش للناس بمهاجمة الرئيس والجيش المصري على الاقل تعمل للناس دي بلوك او انك ايه برضو تدعم جيشك على السوشيال ميديا بانك بتشيد به الجيش المصري قوي احنا بس عاوزين معنويا كده نحسس ان احنا فعلا مفوضين الجيش واحنا فعلا مفوضين الجيش كل العصور اللي فاتت على مدار التاريخ ومن قبل الفراعنة بيحكمنا سواء اسلاميا او ايام الفراعنة الجيش المصري لا ده الجيش المصري قاعد وسايب حكومة مدنية حاليا بتدير البلاد بالكامل وان احنا فعلا اساس الديمقراطية اساس السماحة مش هيفرضوا علينا الغرب ولا هتفرض علينا تركيا ولا اي دولة تانية كلمتها مصر دولة الحضارة ام الدنيا دولة تاريخ وبتحب رأيسها وبتحب قيادتها وبتحب وده على فكرة انا بس هقولك على حاجة بالمناسبة لما الجيش الامريكي في كتاب هارد تشويز بتاع كليمتون اتحرك في البحر بالقسطول الامريكي عشان يجي يهاجم مصر قالت لك سمت كتابها ايه هارد تشويز الخيارات الصعبة كان قدامنا خيارين شايف الكنترول بيستعجلنا اه كان قدامنا خيارين هل ان احنا نحارب مصر ولا ونرجع مرسي والاخوان ولا لأ فقالت لأ واتخذنا قرار برجوع القطع البحرية لان مصر فيها جيش قوي وجيش مش عرقي وحيقدروا يتغلبوا علينا ورجعت القطع البحرية تاني ارجو الجميع انه يراجع كتاب هارد تشويز لكلينتون عشان يعرف اللي انجيش المصري بيتعمله الف اكتسان احنا كان فيه بيان انخرج من كم يوم مع حجم التبادل التجاري بيني وبين تركيا قال ان خمسة وثلاثة من عشرة مليار دولار هو حجم التبادل التجاري اتنين مليار يخصوا الشعب المصري تصدير والاسترات تلاتة وثلاثة من عشرة مليار مليار دولار خاصة بتركيا واحنا ممكن نقطيعها وممكن نستغني عنها ونوفر من تلاتين لخمسة وثلاثين في المية من الاسعار دي النهاردة كان يوم جميل وحلقة كويسة وان شاء الله بإذن الله بنجدد تهنين للامة الاسلامية والاخوة الاكباط بعياد الميلاد ودائما احنا بنساند الجيش احنا بيك وانت بينا وكلنا دايما بنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا رئيسنا تحيا الجيش المصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله تحياتي محمود عبد